كل شخص هم بيحس حلو انه فيه مشاكل ببيته ما فيه سلم فيه هم فيه تقل عنده جايبي مبخوشي يعني بيجي ما فيه باركة بحياته ومش هم بيشبع وبيدال خايف خايف من بكرة خايف المستقبل خايف الزمن القاتي بدنا نسميه خايف هاوليده خايف ها عائلته فيه مشاكل ما حدا بيفهمه هيدا كله وعم بيحس حلو مظلوم ومتروك وعنده جوع بداخله هيدا كله ما بحطه بإطار الإيمان هيدا إنسان بحياته في ضعف ما في حياة ما في قوة لأنه حياة المسيحية كلها قوة أكوية بالمسيح الذي يكوينه مشان هيك هون علينا هون منشوف نحنا إنه الإنسان المسيحي والمؤمن دايما بصراع إنه ما يصدق العيين ودايما حاطت أمامه مستقسر فكره بالمسيح يسوع حاطت كلمة الرب أول شي بحياته مشان هيك الوصيل أولي شو بتقول حب الرب من كل فكرك مانيتا أنا ما تفكر إلا بالرب والرب هو الكلمة مشان هيك ما بدي أطلع بالعيين لأنه العيين هو صعب صعب وهو منشوف بطرس وعلى كم ماشي فوق المي كتير بشع صحيح وعلى منشوف بطرس ماشي فوق المي كان مسبت عيونه هالرب يسوع ونعم بيشوف غيره كم ماشي فوق العالم لما شاف الموج وعلى شاء العين هالرب يسوع شاف الواء شاف الواء تبعه يعني النظر بالعيين سقط صعب غريق مشان هيك أنت اللي هم تسمعني يا أختي ويا خي مشان نطلع من الغريق اللي نحنا فيه بحاجة نرفع عيوننا إلى فوق آمين وبحاجة نرفع عيوننا إلى الرب يسوع ونبلش ما تقول تأخرت ما تقول ما فيني بلا فيك تستطيع والرب هو معك وبيعتيك القوة بس أنت إليك أنك تطلب أني خلص بكفي أني أنا عيش حياة مدمرة عيش حياة وقول ما بقى كفي ونام وتقوم وكل يوم وتقول ما بينفع تقول شو هي الحياة شو هي الحياة شو هي الحياة خلاص خاط قرار رحيش تقول هالكلمة والحياة هي بالمسيح وسبت عيونك هالكلمة وتعرفها يسوع وشير عينك هالعين وحط عينك هالكلمة الرب هون بتعيش بركات مشان هيك هون منشوف يوحنا 11 39 و40 شو بيصور قال يسوع ارفعوا الحجر قالت له مرتع أخط الميت اللي هو العادر يا سيد قد أنتن الآن له أربعة أيام إنه خلص ميت أنتن له أربعة أيام ميت بنت يسوع وبيقول له ألم أكل لك إن آمنت تارينة مجد الله يعني اليوم شو ما كانت حالتك لو ما بق فيها حل لو أنتن ما خلص ما بق في ولا عضو بجسمك منيح مثل ألي عاذر الرب هم بيقول لك آمنة بتشوفي مجد الرب الغير مستطاع عند البشر مستطاع عند الله لو برمته أطبة كتير ورحته وحوالته ميت محامي وميت قصة شو ما كانت السكن في حل بالمسيح بس لك إنك أنت فقط تآمن وتصدق وتتآمن ما بيجي الإيمين هاك بثاني هي بده شوية مجهود منك تشيل عينك تطلع من جو العالم تشيل عينك حيج تفكر ووقف فكرك وبلش فكر بدل ما تفكر بالعالم وهذا الشي عم بيدمرك يوم مع يوم تفكر بالكلمة وشغل حيلك بالكلمة وارتفع تتطلع فوق الماء تمشي فوق العالم تتعيش الحياة وهون سيطة بتكون أنت عم بتقول إيه هاي دي حياة هاي دي حياة وإذا الشيء لابنحكيه هذا الشيء اختبرناه وعيشينه ونشوف اليوم داش في عالم مسيحيين بيقولوا مؤمنين ولا حدا يجي لعندي أول كلمة يقول لي أنا مؤمن كتير بالحقيقة يكتشف أنه إيمانه مبني أنه هو يمقنح له أنه مؤمن بس بالحقيقة ما كان يعرف شي بالإيمان